اشتركوا في القناة مش متطمنة بشكل كبير لكن الحمد لله قدر النادي القالي يتغلب على كل هذه الصعاب ويعمل مباراة كبيرة ويكسب في المغرب 2-0 من وقت هذه المباراة لغاية دلوقتي الناس والسوشيال ميديا والجمهير كلها بتتساءل مين ممكن يكون حكم مباراة العودة أصبحت على فكرة هذه الجزئية من أهم الجزئيات اللي الجمهير بتركز عليها ودايما حديث يعني موجود بشكل كبير جدا عبر السوشيال ميديا وإحنا دائما بنشوف اللي بيكتب على السوشيال ميديا وبنترحه للناس وبنشوف الإيجابي والسلبي وكمان لو عندنا إجابات أو معلومات بنطرحها للناس برنامج التريند كان أول برنامج وأول وسيلة إعلامية تشرح للناس إزاي هيتم اختيار حكام مباراة نصف نهائي دور الأبطال والكونفدرالية وأيضا المباراة النهائية وأعلننا المعصقر والحكام اللي هيكونوا موجودين في الفترة اللي فاتت قبل ما يبدأ المعصقر بحوالي 12 يوم وشرحنا أن الحكام المرشحين وكانت معنا قائمة كاملة عن إعرضها دولاتي على الشاشة لحضراتكم بالحكام اللي هيكونوا موجودين في مرحلة الدور نصف النهائي قدامكم على الشاشة دي القائمة الرسمية اللي اعتمدها الاتحاد الإفريق وكانت موجودة في مصر في الفترة من 11 ل 15 أكتوبر وبعد ما انتهى المعصقر وتم عمل تحليل بي سي آر سفرت مجموعة من الحكام حوالي 9 حكام إلى المغرب لإدارة مباريات نصف نهاية دور الأبطال والكنفدرالية وكان جانيسي كازوي هو حكام مباراة الأهل طيب مباراة العودة مين على الشاشة قدامكم في 16 حكام ساحة منهم 9 كانوا موجودين في المغرب ما بين حكام ساحة وحكام رابعين في المباريات مع حكام فار بالتالي بيتبقى هنا في القاهرة موجودين بعد هذا المعصقر فيكتور جوميز الجنوب إفريقي بكاري جسامة من جنبيا ماجد نداي السنغال صادق السلمي من تونس بيرنارد كاميل من سيشل وجوشوة بوندو البتسواني وعيسى سا السنغالي المفروض كان ردوان جيد من ضمن حكام الطباقيين لكن ردوان ما جاش القاهرة وحاليا هو في المغرب ومن ضمن حكام المرشحين بالمناسبة إذا كان النهائي أهل وزمالك بشكل كبير جدا وبالمناسبة يعني لسه في كلام على من يمكن يكون مرشح للنهائي وسوى فيكتور جوميز أو ردوان جيد أو حتى ممكن بكاري جسامة ده هيبان أكتر لما يتحدد حكام طرفي نصف النهائي الإياب الأهلي وزمالك أنا عندي تعليق واحد بس من ضمن الحكام المتباقيين وهو اختيار جوشوة بوندو البتسواني في هذا المعسكر وما زال حتى هذه اللحظة ضمن المعسكر اللي ممكن يكون موجود في مباراة الإياب جوشوة بوندو هو كان الحكم اللي أدار مباراة النجم الساحلي والأهلي في تونس في سوسة وحجم الأهلي في بداية المباراة وادكرت أحمر لأيمن أشرف وكانت فيه شكوة رسمية من النادي الأهلي وعلى هذا القرار وعلى هذه الشكوة تم تغيير استراتيجية لجنة الحكام وأقصية سليمان أباري الجيبوتي من رئاسة لجنة الحكام وحصل تعديل كبير جدا في لجنة الحكام بعد ما اشتاك الأهلي رسميا بسبب الحكم البتسواني حاليا الحكم البتسواني في المعسكر وحاليا من ضمن المرشحين للمباراة القادمة هو جلس انذار عشان ما تكونش فيه نفس اللقطة ونفس الفكرة اللي تمت في المباراة الأولى لما جيه الحكم الزنبي جانس كازوي وآدار المباراة وكان فيه كلام كتير جدا عليه سواء من الآلي أو حتى من الوداد فبالتالي هو جلس انذار قبل تعيين التحكيم وبقرى هيكون طاقم التحكيم معروف بالنسبة للجميع ممكن البعض رايح في سكة بكاري جسامة أو مجيد نضاي السنغيل لكننا هنشوف خلال الساعات اللي جاية بشكل رسمي مين هيكون موجود طيب مباراة الأولى والوداد مباراة صعبة جدا ومباراة مهمة جدا يوم الجمعة وننسى كلنا نتيجة الزهاب بعثة الوداد وصلت بالأمس عملت تدريب استشفائي بالأمس النهاردة تتمرن أو تتمرن بالليل رئيس البعثة سعيد النصيري رئيس نادي الوداد موجود بنفسه ده ما تقررش منذ مباراة التراجي في نهائي العام الماضي أول بعثة رسمية يا رأسة سعيد النصيري مع الوداد في هذه الرحلة لمواجهة الأولى وده يندل على شيء بدول أن رئيس النادي مهتم جدا من المباراة وفيه دوافع قوية لتعويض مباراة الزهاب وده بيدينا جرس انذار أن مباراة العودة مباراة صعبة جدا والبطل المغرب فريل وداد فريق كبير وجاي مش بيبكي على شيء وده بيدينا كمان يعني درع التركيز أخطر نحن نركز فيه المطش فيه كلام واتجاه أن ممكن مباراة الرجاء والزمالك تتأجل ده هيبان خلال الساعات الجاية لأن فيه معلومات بتقول أن المباراة ممكن تكون يوم 30 أو 31 أكتوبر بسبب الزرف القهري ومنع نادي الرجاء من السفر إلى المغرب لكن عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وبعد مباراة الزهاب بين الزمالك والرجاء كان فيه تصريحات لمحمد فاخر المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عبر إذاعة وراديو مارس هترك لحضراتكم الفيديو تشوفوه بنفسكم ونشوف الكلام اللي تقال أن كلام مهم جدا وخطير جدا كان متردد مبارح وكان موجود بشكل كبير عبر السوشيال ميديا نتابع سمعنا التصريحات مفاجأة بالتأكيد لمحمد فاخر المدير الفني الأسبق للمنتخب المغربي ومحلل في إذاعة راديو مارس في 30 سنة عشان حلوكم بالضبط معنى الكلام أو تفاصيل الكلام اللي قالها الكابتن محمد فاخر قال إن هو زار سوفيان رحيمي لاعب نادي الرجاء اللي تعور في الأنف أثناء المباراة زاروا في المستشفى سوفيان رحيمي العهد على كلام سوفيان رحيمي وعلى محمد فاخر لا تعليق بالنسبة لك أنا أقول لكم بالضبط الكلام اللي تقال قال له سوفيان رحيمي إن الحكم جالي قال له وأنت اللاعب رقم 21 صاحب الرقم التشيرت رقم 21 فالسوفيان رحيمي قال للحكم أيو أنا فالحكم قال له اتعمل فيك تأرير يعني نادي الزمالك كان اشتكى وعمل فيك تأرير إنك بتقع كتير وبتعمل تمثليات كتير في مناطق الجزاء كلام واضح جدا وصريح جدا ومحمد فاخر مدير فن السابق للمنتخب المغربي لكن التعليق للتعليق لحضراتكم ولا تعليق فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر